اتسعت دائرة الغضب ورقعة الاحتجاجات في العالم الإسلامي على الرسوم المسيئة لنبي صلى الله عليه وسلم ورد على تصريحات فرنسا في حقيتها في نشر مثلها كذا رسومات دعوات منافضة في فرنسا خرجت ودعت إلى مقاطعة البضايع الفرنسية وسنحاول في هذه الفقرة من قضايا دولية بحث التفاصيل عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ألمانيا الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية دكتور عبد الرحمن عمار مرحبا دكتور عبد الرحمن مرحبا دكتور عبد الرحمن إذن رقعة الاحتجاجات تتسع حول موضوع الرسوم المسيئة وقول فرنسا إنها من حرية التعبير ما مؤشر تساع هذه الاحتجاجات إلى أين يمكن أن تسير نعم شهدت الكثير من العواصم الإسلامية وحتى كثير من المدن الأوروبية مظاهرات تخللتها أيضا تخلل بعضها أعمال العنف وهناك دعوات لمقاطعة المنتوجات الفرنسية والكثيرون بدأوا فعلا في تطبيق هذه الدعوات وهناك مخاوف لأن يتعرض الفرنسيون خارج التراب الفرنسي في البلدان الإسلامية لأعمال عنف واعتداءات ووجهت الخارجية الفرنسية نداءات لمواطنيها لتوخي الحطاء والحذار هناك أيضا مخاوف من أن تستغل كل هذه الأحداث من طرف الإسلامويين المتطرفين لتبرير أعمال عنف ضد الفرنسيين وضد غير المسلمين وهناك أيضا مخاوف من أن تتسع الهوة بين المسلمين وغيرهم طبعا كل هذا أيضا بث الإنقسام ليس فقط وسط الأوروبيين بين مدافعين ومنتقدين للرسومات بل أيضا بين المسلمين أنفسهم بين من يراها حقا مشروعا في دولة ديمقراطية تتبع النظام اللائكي وبين من يراها ازدراءا لدينه ويجب التصدي لها بكل ما أتي من قوة مع قرب الانتخابات الفرنسية هذا الموضوع أتى في هذا الوقت هل لخدمة ماكرون أم هي حركة شعبية عشوائية؟ ماكرون لا يتحكم في أجندة شرل إبدو ولا في غيرها هناك حرية التعبير والصحافة مكفولة للجميع في أوروبا ونفس الشيء في فرنسا لكن التوقيت الذي ظهرت في هذه الرسومات وبعد خطاب ماكرون عن الإنعزالية الإسلامية وقوله بأن الإسلام يعيش أزمة وظهور هذه الرسومات جعل الكثيرين يربطون بينها وبين خطاب وتوجه ماكرون وأيضا إعادة نشر هذه الرسومات في بعض المؤسسات الحكومية الفرنسية جعل الكثيرين يعتقدون بأن فرنسا كدولة تتبنها طبعا ماكرون إذا لو لم يتحرك ليدافع عن حرية التعبير وعن هذه الرسومات فسيتم استغلال ذلك من اليمين المتطرف بأنه يستجيب لضغطات الإسلام والإسلامويين وسيدفع بالكثيرين إلى التصويت لصالح اليمين المتطرف ولهذا حاول ككل سياسي في العالم استغلال حدث ما من أجل مكاسبه السياسية أخطأ في كثير من الأمور لكنه أصاب في بعضها في المقابل دكتور عبد الرحمن إذا ما تحدثنا عن تركيا التي ظهرت كدولة الأولى في التنديد بهذه الرسومات والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك ناتج عن اعتبارات دينية أم خلافات بسبب الخلافات السياسية مع فرنسا هما معا رئيس الدولة والسياسي بشكل العام أي تحرك يقوم به وأي تصريح له أسباب سياسية بكل تأكيد وليس لخدمة الدين ولكن إذا نظرنا إلى الحالة التركية وأردوغان تحديدا الذي يتبنى أيديولوجية إسلامية وحاول أيضا القيام بالكثير من التغييرات داخل الدولة التركية تراجعا للمكاسب العلمانية قبله فإن الدافع لديه هو ديني ومعروف عليه دفاعه دائما عن قضايا الإسلام والمسلمين وطبعا لديها شق آخر هو توجيه انتقادات للفرنسيين بسبب الخلافات القائمة بين الطرفين بدأت مع فرنسا بعد اعتراف الفرنسيين بجرائم الإبادة ضد الأرمن وتتواصل مع الخلافات بين باريس وأنقرة في شرق المتوسط في التدخل التركي أيضا في ليبيا وأيضا في سوريا والعراق وكثير من مناطق الأزمات وهذا يجعل الطرفين يستغلان كل الأوراق للنيل في بعضهما البعض والرسومات حاول ماكرون وحاول أيضا أردوغان أن يستغلها لتصفية حسابته مع الآخر هنا قيود كثيرة لا يمكن لحرية الرأي الخوض فيها مثل هولوكوست مثل معادات سامية وغير ذلك لماذا لا ينطبق مثل هذه المواضيع على رسول المسلمين؟ في الحالة الأوروبية يجب أن نفرق بين كل دولة على حدى ألمانيا ليست هي فرنسا فرنسا منذ 1905 تتبع نظاما لائكيا وتتخذ نفس المسافة مع كل الأديان بما فيهم الدين المسيحي واليهودي والإسلامي وكل الطوائف الدينية الأخرى وحرية التعبير مكفولة إذا نظرنا إلى الحالة الألمانية مثلا فإن ازدراء الأديان يعاقب عليه القانون إذا كان دافعا لإطارة الفوضى والشغب في المجتمع لكن الاحتجاج سواء في فرنسا أو حتى في ألمانيا يجب أن يتم عبر مصاطر قانونية وإدارية ولا يمكن ألبت القيام بذلك بالعنف مثلا عندما يرسم شخص رسما كاريكاتوريا ويقتل فهذا يعني غير مقبول هذه الجريمة لا يمكن المقارنة بينها وبين الهولوكوس وشرلي إبدو سبق لها أن نشرت رسومات تنتقد فيها المسيحيين وتنتقد فيها اليهود وحتى إيران قامت بنشر الكثير من الكاريكاتورات التي تشكك في المحرقة لكن لم تكن هناك أعمال عنف ولم يتم سلب حق الحياة لا للرسام ولا لمن رسمها وبالتالي فالنقاش يجب أن يكون بأن الفن في سياقه الأوروبي له قواعده والرد على الفن والإبداع يجب أن يكون بالإبداع والاحتجاج ورفع شكايات في المحاكم وليس بالعنف مكرون تحدث عن فبركة في حديثه أو أنه سيئة الفهم نفى أن يكون هناك أي دعم حكومي لمثل هكذا رسوم ماذا حدث بالضبط؟ ما الذي يجري بالضبط دكتور؟ الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تدعم أي صحيفة أو لا يحق لها قانونا لأنها يجب أن تأخذ نفس المسافة بينها وبين الجميع لا المؤسسات الإعلامية ولا المؤسسات الدينية طبعا تم ربط إعادة رسم رسومات للنبي الكريم في مباني حكومية فرنسية بأن هناك دعم حكومي مباشر لها وأيضا القول بأنه لن يتراجع عن هذه الرسمات قرئة بأنه يتبنى ذلك ولكن فيما بعد يعني انتبه لأنه ربما كان هناك خطأ في اختيار لغته وخطابه لأن فرنسا فيها أيضا مسلمون كثر وعلاقات الفرنسيين بالمسلمين والدول الإسلامية متجدرة في التاريخ وحاول استدراك ذلك وهذا هو الأهم إذا ما عدنا إلى موضوع المقاطعة هل ستؤثر هل أثرت بالفعل على تصدير المنتجات الفرنسية للعالم الإسلامي؟ بكل تأكيد المقاطعة هي تسمى دائما بأنها حرب بلا نار وإذا تكبدت الشركات والمنتجات الفرنسية خسائر كبيرة فإن الضغط سيعود على الحكومة الفرنسية وستطالب الشركات الحكومة الفرنسية بتحمل المسؤولية ربما تطالبها بتعويضات خصوصا في هذه الفترة الحرجة في ظل أزمة كورونا التي بدأت فيها الكثير من الشركات أصلا تتكبد خسائر كبيرة وأيضا الاقتصاد الفرنسي الذي لا يمر في أحسن حالة لا ذلك يتوقف على نسبة الإقبال على المقاطعة للمنتجات الفرنسية أخيرا دكتور عبد الرحمن إغلاق للمساجد في أوروبا منع النساء المسلمات من حق ارتداء الحجاب في الأماكن العامة في حين الرهبان وغير ذلك من الديوانات ينشرون الملابس ويفعلون ما يشاءون البحث يقول أن هذه ازدواجية في حريات التعبير كيف تعلق؟ ما يتم منعه في أوروبا هي المساجد والجمعيات التي لديها توجه متطرف وتدعو إلى العنف وذلك يشمل أيضا الجمعيات اليمينية المتطرفة ويشمل أيضا الكثير من المنظمات والطوائف المسيحية المتشددة خصوصا القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية أنشطتها مراقبة جدا والحديث عن الحجاب هو ممنوع صحيح في بعض الدول لكن داخل المؤسسات العمومية كارتداء الحجاب أثناء التدريس بالنسبة للمدرسين وفي المجال القضاء لكن كانت هناك الكثير من القضايا التي تقدمت بها محجبات في المحاكمة الأوروبية كما هي الحالة في ألمانيا وكسبت الرهان ومن حقها ارتداء الحجاب وبالتالي فإن التعميم ليس صحيح ولا يمكن الجزم بأنه يتم التعامل بحيف مع المسلمين ونرى الكثير من المحجبات في الشوارع الأوروبية والكثير من الأشخاص بلباس أفغاني وعربي حتى لكن عندما نكون في مؤسسة عمومية يكون فيها أديان مختلفة وإثنيات مختلفة يجب موارعات ذلك لأن هذا أساس الدين وأساس الديمقراطية بأن الإسلام في حد ذاته هو دين اعتدال ودين الوسط ودين تسامح خصوصا في سياق غير إسلامي الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية بمؤسسة دوتشفلا الألمانية دكتور عبد الرحمن عمار شكرا جزيلا لك عفوا إذن مشاهدين الكرام نهاية فقراتنا من قضايا دولية بالشراكة مع دوتشفلا الألمانية تتابعون نفس الفقرة بموضوع مختلف الأسبوع القادم الآن نتوقف وإيكم مع جملة من الأخبار القصيرة اشتركوا في القناة